معكم حتى للعشرة في احديث في البيزنس. ما زالنا نحكيه على البيزنس في الرياضات البحرية. نرحبوا بي ضيوفنا اللي مازالوا بحثين ان شاء الله حتى العشرة. سي فتحي بيار رئيس جامعة توصيل السيد البحر الرياضي. مرحبايا سي فتحي من جديد. امين جبلون اللي هو عضو سابق في الهيئة تسيارية النادي رياضات البحرية باقليبيا وديجا غرام كبير معنا بالبحر اكيد. اختنا حكيه على اا اقليبيا معانتها اللي توصيف ديجا ديركسيون توينس الكل اللي يظل ماشيين القليب يا. بذبت احنا الحق قريب تطلع لنا زعان في مغندي مغادي بوم بحكم الخدمة موجودين هوني والكل اما ووجهة معناها اي اشبر في تونس هو ملكة توينس الكل معناها اما تواصيف الحق ديستيناسيون كبيرة وذيك عليش هالان انشطة البحرية عندها جيذيبية كبيرة برشة وتحرك بالحق الاقتصاد متاع البلاد على خاطر توال جا في السيف. فما انشطة حتى للناس اللي توال ما همش بش يدخلوا في نوادي بحرية ولا مزلوا ما همش يخاموا فيها توالا البرشة في البخرين ولا همش متوفرين ولا موجودين على بناطق على البحر. راوز بنقولوا رامي ذوما على بوختي لتوينس الكل كيفيش معنا سيه البرشة توال لاندي اا نوادي متاع رياضات البحرية تنجموا في السيف. فما برشة انشطة يعملهم اي انسان حتى ما تكونش عندو علاقة كبيرة برشة بالبحر. فما في النواة دي هذوم يصير نجم يصير الكريم تاع معدات بحرية كيما لي آآ كارافيل معناه نجموا يكريو دي كارافيل يهما قوارب شراعية نجم آآ سوى تعمل بيهم دورة ولا تتعلم ابسط الحاجات في في البحار كيف كيف زادت نجموا تمشيو تكريو بحق بحاجات بأسوى معني قتلك رمزية على خطر هذي اندية تتسمى حكومية تابعة البلاد نجموا تمارسوا رياضة تجديف كيف كيف. وهذو ما الكل اللي رهم في في نواة دي رياضات البحرية على فكرة دي ما نحب نعطيه معلومات هما كل اختصاص تابع جامعة معاينة. اما كيما نشوفه جامعية متاع كورة مثلا تلقى عندها الفولي عندها الفوت عندها الهند والكل. كل واحدة تتبع الجامعة امام الكل موجودين في مركب واحد اللي هو نادي رياضات البحرية. تلقى فيها تجديف تابعة الجامعة تونسية للتجديف. تلقى. 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 تلقى لفول. كل معني نجموا يعملوا في اللازير. في اللوبتيميست كانوا مصغيرات آآ كانوا مزالوا صغيرات يظهر لي آآ اقل من الكنزون. نجموا يجربوا آآ. نجم أسهل ما يكون نجم يكون بالكاياك بالكانويد. معني بالحق استغلوا صيف هذا. تكون فرصة لتوا تسمعوا فينا. بتجربوا حاجات رهي موجودين. اما دج ما جيتكم مش خبرة انكم بتقولوا نجم نجربوها. واضح. خنشوفوا رأي آآ الممثل التونسي خليل آآ جميل اللي معنا بالتالي فوم. مش حكيوه معه عن الرياضات البحرية. مرحبا خليل على اكسبريس افهم. اهل بيك و اهل آآ جميع الزيوفكم تاعك اللي حاضرين معك. صباح ساحة لديك. حمده لله. جوست آآ كنو نحكيو مع الوخيين الكل على الغرام بالرياضات البحرية. ونحكيو اللي برشة آآ آآ تلقاهم موجودين. كي يبدأ من لول بغرام وبعدك يمشي للاستثمار في الرياضات آآ هذي. شنو يعرف خليج ميل عن الرياضات البحرية. آآ سبور نوتيك. هما نحكيو عالي سبور كل جميع سبورسي في ذلك. آآ اي. ما عدت صغير هي tecnología. أنا نحب قلح بعيدة سبورتيك حتى اوني سبورتيك حتى نحكيو عن ناطاس اي دي. عغل eram بح تفير اسمار السوانيات الغرام تحت اي دير نحكي ما يعتبر وزادة. معتاك. ماذا بي نزيد نسمعهم. بي نزيد نتعمق معاك مرات. بي. كان عندك اسيلة وامين بحضانة سيفاتحي بحضانة. آآ دونك سيفاتحي بيار رئيس الجامعة التنصية للسيد البحر الرياضي. وامين دجا معتا غرام كبير ودجا كن آآ آآ عضو سابق في آآ نادي آآ رياضات البحرية بقليبة. شون تنجم تسألهم خليل? والله انا هاني قاعد نتبع. اما جوز حبيت نزيد نقول لك اللي فيما نتبع أنت سيفستفر ملا أخيطي كن آآ نتبع. مع السوفات الاخرين فانتر. اه. اه. حبيت نعرف اسك عطا السؤال ان حابت لسهلو. للا اسك في تونس النجمو ندخلو منو تلوس? عطا نجمو خرجو ديشامبيون? اسك فم عطا جامعة قادة تقوم بالآ فم عبيد مغرومة فم عبيد قادة تجيل في قول نتيك. باي? سي فاتح. آآ يعني اللي حب نذكر بيه اللي آآ تونس آآ آآ نظمت آآ اكثر من بطولة عانم آآ اليوم. احنا اليوم ابطال العالم آآ في الآآ بيش على ليني بوردو مير آآ آآ احنا الثلثين آآ في الآآ بيش سو مغين آآ آآ. السكوريتي سيتون آآ وانا بريوريتي بالنسبة للفيديراسيون و بالنسبة للسبور نوتيك في صفة عامة. آآ آآ ابطال نحب نذكر اللي تونس اليوم عندها بطل عالمي اسطوري اللي هو الواليد بوضييف اللي آآ نزل اكثر من مئة وخمسين متر وتحت الماء. وهو بطل العالم. آآ يسم. آآ وهو بطل العالم. آآ وليد آآ ستون ليجند معنا تونيزيان آآ. هو الحقيقة كان مش كون معنا بالتليفون لكن آآ هو يترينه ديجا. آآ داك اخ. آآ وليد آآ نعم سيدي. سمحني بشكل سليك. سمحني كفص تليك. سمعتها تبركالها لكني نسمعهاك. انا واحد من الناس حاني مسمعتش. عليش سعيطاية ميدياتي زي ولا. عليش معنا انت هالعبيد ما حكيتش عليهم برشة. نحس كم مظلومين انا كي تقول لي هاك. لا احنا حكينا برشة معنا وقت اللي وليد آآ حتى من الرقم القياسي وقت اللي هزده بطولة العالم. آآ وليد آآ من الابطال اللي آآ بصراحة معناها آآ مهضومة الحقوق متاعه ومعناها اللي هو في تونس بأتم معنا الكلمة ماديا ومعناويا وحتى اعلميا. آآ رغم للعديد من المنابل الاعلمية استدعاتوا. آآ حتى هنا زده كيف حكينا معاه وكل شيء. لكن هذا بطل كما قلتك اسطوري. آآ ايطاليا عن سرطة مومان خرجت كنت تذكره سيته. جيست الرقم اليوم اللي عمله معناها الرياضي آآ الطلياني. آآ ميجي حتى شيء تقريب قدام من الريكور اللي عمله آآ وليد بوظييف. ولليو لليوم معناها ما زال هو عنده ريكور دي موند آآ آآة البطال العالم معناه اليوم آآ قناش كون آآ آآ أبطال العالم لاحد الآن معناها توانسة في الباش سببورتيف。 آآ آآ تونس آآ آآ أنا راة اللي لازم نزيده آآ 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 نميزتيه أكثر معناها بالنسبة للرياضات هذوما آآ آآ وزارة الإشراف وزارة الشباب والرياضة معناها بينسير لازمها تعتين أكثر حظ في الميزانية متاحة لخطر وليد بوذييف هز بطولة العالم وقتل يزال تونس وقفت معاه في كل بريود هذيك اليوم مالورزمو معناها كما قلنا عنده حقوق مهضومة وإن شاء الله معناها لدولة نتداركوا لشي هذي وخرجوا أبطال أخرى وإحنا قادرين باش نخرجوا أبطال في الرياضات البحرية وتونس تولدك وتونس على فكرة ممثلة في الولمبياد القادم تاع باري عنا كن متخونيش ذاكرة عنا في الرياضيين توينسا وعنا كفيف في الكانوي في الكاياك وقبلت كنا ممثلين معناه الولمبياد لندن 2012 كنو عنا تلاثة رياضين شكروها توينسا ميدا حمامي وسيل هادي الغربي كنو في نك خادثات كن دي ما فهمة وجود تونسي وعلى المستوى العربي تسمى بلد رائدة أما الحق على المستوى العالمي مازلنا بعد شوية معنا فهمة استغلال أكثر للبحر في البلدين المتقدمة خليل من عشو انتي تسمع في الكلمة هذية شلي الأفكار اللي جات في محك تاوها شو نجمه ونعملو باش انه يزيد الاستثمار في الرياضات البحرية ليه كنت نسمع في صفاتها بصراحة معناتا كما قال مع طواية حق ومانوم لازم لعبات كل دزلز لازم لزارة دزلز لازم لدولة دزلز معناتا كان عنا دي شامبيون دي شامبيون دي مونت اللي معناتا نحس اللي ديما نحنا في تونس السبور مركز كان ع الفوت دي ميداي ودي شامبيونات دي مونت معتا تاوكيما هذي نسمع في سبور نوتيك معتا عليش نحن ميدات الزي معتا نقولوا نحنا جماعة الدومان نسمع في تونس انا اول مرة خاصة من تربي اول مرة نسمع الكلمة هذي اللي عنا هذي شامبيون دي مونت معتا لازم الدولة تاقف مع الاسبورتيف هبوما وليشامبيون هبوما وتعاونهم وكان نزل فما دي بوخ في بره كان نزل فمتا معتا عنا وليد معتا تيجاه معتا برك الله عليه معتا ميداليات كبيرة برشة برك الله كان يحكي عليه معنا تالي ريكور اللي عملهم والكفرومات اللي عملهم معتا في الدماج معتا معتا حكيت معه البارح وكان بش يكون موجود معنا لكن قاعد يترانا معتا اليوم قتي نحكيه وزيد على اي تنرجو زيدا حتى اي انا اقول كلمة انا اقول كلمة الدوام ينقب برخامرة زي صح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيك صحة خليل مرسي بكو خليل جميل وكما قلت لك تونس ولد رويس لأي سبور جديد ركش تبقى تونس اكيد اكيد يعطيك صحة خليل جميل راجعين معكم مشوية خمش كاملو الحديث مع عصي فاتحي بيار وامين جبلون ورجعين اشتركوا في القناة